بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين متابعي القناة أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد إخواني إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليسي لك كل ما هو جديد اليوم أردنا أن نقدم لكم هذا الفيديو عن ملعب وورثريس ستاديوم في النمسا والذي سيكون مسرح لمباراة الودية بين المنتخب الجزائري ونظره النيجيري في النمسا حيث أن هذا الملعب الذي تشاهدونه أمامكم تم افتتاحه في سنة 2007 وتصل سعته لحوالي 32 ألف مقعد تكلفة الملعب وصلت لحوالي 66 مليون أورو وكما تشاهدون الملعب يستجيب لكامل المقاييس الدولية وهو ذات جمالية رائعة وتكلفته لم تكن كبيرة من أجل تجسيده وهذا أكس ما يحدث في ملعبنا التي يتم بناؤها إلى يومنا هذا ولهذا أردنا أن نقدم هذا الفيديو ممكن يسل صوتنا للمسؤولين أنه من أراد أن يبني ملعب فهذا ليس بالشيء الصعب ولا يكلف كثير خاصة وأن الجميع يعرف أن ملعبنا أكلت تقريبا ما يقارب مليار دولار ولم تنتهي إلى غاية يومنا هذا هذا ما أردنا الحديث عنه في هذا الفيديو ونترككم تستمتعون بمشاهدة هذا الملعب الرائع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر